لا شيء أبلغ من الصور لتحكي معاناتهم ولو كان للخيام لسان لنطقت بحالهم أو ربما اشتكت عنهم عجزها عن تخفيف مصابهم فمن جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن رأى السم لا يشقى كمن شربه هو حال مخيم الركبان أو ربما حال عشرة آلاف شخص محاصرين في منطقة نائية قاحلة على الحدود السورية الأردنية العراقية موت موسوم بالحصار والجوع والعطش لا مواد غذائية ولا حتى طبية مع غياب لأبسط مقاومات الحياة وفوق الموت تأتي الأمم المتحدة والأردن وتخفضان كميات المياه المقدمة للنازحين في المخيم لأقل من الربع في ظل غياب واضح للمنظمات الإنسانية الدولية وحتى المحلية ولسان حال الأهالي قد أسمعته لو ناديت حيا بيان صادر عن أطياف من أهالي مخيم الركبان يرتفع الصوت وتزداد المطالبات بالتحرك العاجل لإنقاذ سكان المخيم ويخرج الأهالي في وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن واقعهم المزري وحاولوا أن يوصلوا أناتهم الأخيرة إلى العالم الذي يصم السمع عنهم كما ويحتاجون لينقلوا إلى الشمال السورية إن كان ولابد من إجبارهم على الخروج من المخيم مفضلين ذلك على العودة إلى مصير أسوأ من الموت في سجون معتقلات النظام وزنازينه إننا نناشدكم ونطالبكم بفتح طريق آمن إلى الشمال السوري يزاد واقع المخيم سوءا يوما بعد يوم ولم تلقى حملات الدعم والمناصرة أذنا مصغية حتى الآن وضعت صيحات الأهالي المطالبة بإيجاد حل لانتشالهم من الموت البطيء سدى فهل ستسمع الصيحة الأخيرة ويفتح الطريق أمام سكان المخيم نحو الشمال السورية أم أن الموت جوعا وعطشا أو في سجون ومعتقلات الأسد هو الخيار الوحيد الباقي أمام عشرات الحوائل المنكبة